خلونا نقرأ الأخبار الخاصة بالبيت الكبير الأهلي بيختتم استعداداته لمباراة أمبي في الدوري العام المسؤولة تقول لي يعني هو أنت عم إسلام حتقول لنا بقى أنه ماتش مهم آه ماتش مهمة فندم لأنه في النهاية عندك مجموعة لعبين عندك جواهر مجموعة لعبين ممكن تكون محتاجة بعض المباراة اللي لعبتها خلال الفترة السابقة مع الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله يظهر منهم من يستطيع أن يخدم النادي الأهلي من الخارج من خلال وجوده في إعارة يبقى فيها كويس جدا علشان يرجع النادي الأهلي مرة أخرى زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين داخل النادي الأهلي واللي استفاد منه من النادي الأهلي أكرم ومحمد شريف ومحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم وهناك بعض اللاعبين اللي الجمهور كله شايف أنهم ومش الجمهور فقط ولكن أي حد أهلاوي شايف إنهم لن يستطيع أن يستفيد منهم هيكونوا خارج النادي الأهلي حاجات كتير جدا جدا سيتم ترتبها خلال الأسبوع أو العشر أيام القادمة وإن شاء الله إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين دايما يظل شعار النادي الأهلي فوق الجميع فوق جميع أبنائه هو الحاجة اللي احنا ماشيين بيها ومتمسكين بيها كلنا ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة الحاجة الوحيدة اللي تهمنا هو اسم النادي الأهلي اسم النادي الأهلي فقط فما حدش يقول لك أصلي النادي الأهلي بيتهز النادي الأهلي مفوش عدم استقرار صدقوني صدقوني مثل هذه الكلمات الناس بتقولها شوف مين اللي بيقول هذا الكلام لأننا داخلنا على سوشال ميديا عمال يقول لك إيه بص النادي الأهلي وحالة عدم الاستقرار لا يا فندم ما عندناش حالة عدم استقرار احنا عندنا حب النادي الأهلي فوق كل شيء حب النادي الأهلي فوق كل شيء ما عندناش رئيس نادي بيقفل على رئيس نادي تاني ولا ما عندناش رئيس نادي بيطلع يشتم في رؤساء الأندية ولا في لعبته ما عندناش الكلام ده ما بيحصلش كل حاجة بتمشي بأمور معينة وبشكل معين علشان تظهر لجمهور النادي الأهلي والأساس اللي شغال عليه أن النادي الأهلي فوق جميع أبنائه فوق جميع أبنائه فإن شاء الله كل التوفيق وزي ما قلت لحضراتكم خلونا نعمل إحنا بقى دورنا كجمهور نحن نعمل مناخ صحي للفريق خلال الفترة اللي جاية علشان الصفقات اللي سيتم الإعلان عنها إن شاء الله بعد نهاية الدوري أو في الموعد الذي يراه لجنة التخطيط والمشرف على الكرة مناسبة خلال الفترة اللي جاية هيتم الإعلان عن صفقات انتهت بالفعل هي صفقات أجنبية أو من خارج مصر وصفقات من داخل مصر سوف يتم الإعلان عنها اللي احنا عايزين نعمله كجمهور إيه بقى؟ مناخ صحي مناخ صحي علشان الناس تقدر تشتغل ويتم تقييمهم بشكل جيد فمباراة مهمة أحمد نبيل كوكا شارك في المران إن شاء الله كل التوفيق لكل اللي عبي